طيب خلينا نروح لأخبارنا اللي هو النص الأولاني من حلقتنا و دايماً زي ما قلنا هيكون دايماً معنا كرة اليد في الأخبار و منعيد و تقرأ و منعيد و بنكرر كمان ليه كرة اليد ده عشان كأس العالم السنة الجاية في يناير إن شاء الله على المقام على الأرض مصر و اللي الحقيقة لاستعدادات يعني بتقام على قدم الوساق إن شاء الله استعداداً لهذا كأس العالم المهم جداً لمصر دوري المرتبط أو دوري عشرين سنة موليد عشرين سنة في كرة اليد ليه عشرين سنة احنا بنجيب أخباره لأنه الفريق ده مهم جدا سواء هو موليد 2000 أو موليد 2002 مهم لأنه الفريق الأول لما بيكون عنده عجز في لعيبة إصابات بيروح واخد منها الفرقة دي على طول فلازم الفرقة دي نتابعها ونشوف أخبارها فريق موليد 2000 لكرة الياد بقيادة الكابتن صابر حسين لعب مباراة مع أصحاب الجياد وفاز 35-15 المباراة طبعا كانت تلعب تنبارح على صورة القوات المسلحة بمدينة الإسكندرية والماتش كانت في الجولة الخمسة الأهل هيلعب الماتش اللي جاي يوم الثلاثة اللي بعد اللي جاي طبعا تعرفين الدور يوقف شوية هيبقى موافق يوم 10 نوفمبر هيلعب سبورتينج وهتبقى المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل كل التوفير لكابتن صابر حسين واللاعبين لأنه زي ما قلت لكم الفريق ده مهم جدا لكابتن طارق محروس في الدرجة الأولى لأنه فيه لعيبة كتير بيبقى محتاج يدعم بها الصفوف في الدرجة الأولى فدائما هنتابع هذا الفريق هنروح لسيدات كرة اليد كان فيه مطش القمة الأهلي والزماليكم السبت القادم اللجنة المسابقات بقيادة الكابتن سعيد عبد المنعم في اتحاد كرة اليد قرر يأجل المطش 48 ساعة عشان يقام يوم الاثنين المباراة تقام طبعا في صالة الأمير عبدالله الفيصل إن شاء الله بالنادي الأهلي مقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا زمانتوا عارفين أنه ده فرقنا قدر يفوز بست مباريات كان طبعا فزع الحلوان العام شامبون الرحاب الوليد وستة أكتوبر الطيران وبتسدر الترتيب طبعا زمانتوا عارفين إن الدوري سيدات 16 فريق ال16 فريق بيلعبوا رايح جاي هنحدد بناءنا عليه بطل الدوري بعد كده هياخد أول أربع فرق يطلع يلعبوا دوري السوبر وزمان شوفنا سندس حشانا كانت معانا هاتلك أهم بطولة لنا أو يعني أكتر بطولة وكان كابتن يحي يوسف أكد كده كمان الدوري والسوبر لأن السوبر هيكون أقوى أربع فرق كل طبعا التوفيق لفريق كرة اليد سيدات الحقيقة اللي بيعمل موسم كويس حتى الآن